موسيقى القوات المسلحة الموريتانية تخلد ذكرى السابعة والخمسين لتأسيسها على بعد ثلاثة أيام من حلول ذكرى الاستقلال مزل المالية السابق في زنبابوية يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد بعد يوم واحد على تولي ميرسون السلطة ندوة في نوكشوت تبحث موضوع لضافة مرتقبة من التعليم العالي الخاص من أجل خدمة التنمية خلدت القوات المسلحة الموريتانية ذكرى السابعة والخمسين لتأسيسها حيث رفعت خلال التخليد الذي تم بالعاصمة نوكشوت العلم القديم للبلاد وذلك على بعد ثلاثة أيام من حلول ذكرى عيد الاستقلال الوطني التي ينتظر أن يتم خلالها رفع العلم الوطني الجديد وقد جرى التخليد بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش في نوكشوت وسط حضور وزيري الداخلية واللمركزية والدفاع الوطني إضافة إلى قائد الأركان العامة للجيوش مثل وزير المالية الزمبابوي السابق إغناشيوست شومبو أمام المحكمة اليوم السبت في العاصمة هراري بطهمة الفساد ويأتي مثل الوزير السابق المقرب من زوجة الرئيس السابق روبرت موغابي بعد يوم واحد من تنصيب إميرسون منانقاقوا رئيسا جديدا لزمبابوي إميرسون منانقاقوا الذي كان يوصف بظل روبرت موغابي في السلطة يؤدي اليمين رئيسا جديدا لزمبابوي بعد أيام من استقالة موغابي تحت ضغط من الجيش الذي أزاحه ووضعه تحت لقامة الجبرية لمدة أسبوع أقسم إميرسون البالغ من العمر خمسا وسبعين سنة على الولاء للوطن والدفاع عن الدستور وحفى الزمبابويين على طي صفحة الماضي والعمل المشترك من أجل بناء المستقبل وأشهد إميرسون الذي يلقب بالتمساح بأداء سالفه روبرت موغابي معتبرا أنه بذل جهودا كبيرة في سبيل تحرير البلاد وأطلق عليه لقب أبي الأمة الزمبابوية ودعا إميرسون المؤرخين إلى تخليد جهود موغابي ومكانته كقائد للبلاد مضيفا أنه ارتكب بعض الأخطاء لكنه بالمقابل بدل جهودا كبيرة ويعتبر إميرسون نثانيا رئيس تشده زمبابوي بعد استقلالها عام ثمانين تسعمائة والف وقد تقلد مناصب مختلفة منها مدير الاستخبارات في عهد موغابي وكان منصب نائب رئيس الجمهورية آخر منصب نشغله قبل أن يقال منه بسادس من شهر نوفمبر الماضي ويتوجه إلى جنوب إفريقيا وكانت إقالته السبب في الإنقلاب على موغابي وتواجه إميرسون الذي وعد بالديمقراطية وبتنظيم اتخابات رئاسية في العام الفين وثمانية عشر تحديات عديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية فزمبابوي التي تملك مقدرات اقتصادية كبيرة يعيش أزيد من نصف ساكنتها تحت خط الفقر وتصل نسبة البطالة في صفوف ساكنة تسعين في المائة وعلى المستوى الخارجي تعاني البلاد منذ عقود من حصار وحضر مفروض عليها من طرف الغرب الذي يتهم مقابي بالفساد والقمع ناقشت ندوة نظمتها جامعة عبدالله بن ياسين في العاصمة واكشوط موضوع الإضافة المرتقبة من التعليم العالي الخاص من أجل خدمة التنمية ويشارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي من طرف المجلس الوطني للتعليم العالي يعقد البرلمان السنغالي اليوم السبت جلسة للبت في رفع الحصانة عن النائب البرلماني المعتقل الخليفة الصلة وذلك بدعوة من وكيل الجمهورية حيث طالب رئيس الجمعية الوطنية في رسالة بعث بها إليه برفع الحصانة عنه ويتهم الخليفة الصلة المعتقل منذ شهر مارس 2017 باختلاس أموال عمومية من ميزانية مدينة داكار التي يتولى منصب عمدة فيها منذ عام 2009 تصدر حزبا جبهة تحليل وطني الحاكم وتجمع الوطني الديمقراطي قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية والولائية التي جرت منافساتها في عموم الجزائر أمس الخميس حسب ما أظهرته النتائج الأولية وتقاسم حزب الرئيس جبهة التحليل الوطني مع حزب الرئيس الوزراء التجمع الوطني أغلب مقاعد البلديات والمجالس الولائية مع تقدم طفيف للأول وشكل صعود حزب جبهة المستقبل الذي يقوده مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد المفاجأة في سادس انتخابات محلية في تاريخ التعددية السياسية بالجزائر بحصولها على رئاسة عدد من البلديات والمقاعد في المجالس رغم أنه حديث التأسيس ووفق النتائج الأولية التي تم نشرها حتى الآن فقد حافظ حزب حركة مجتمع السلم على موقعه كثالث قوة سياسية على مستوى المجالس كما حافظ حزبا جبهة القوى الاشتراكية والتشمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارضين على هيمنتهما في منطقة القبائل التي يقطنها الأمازيغ والتي تضم محافظات شرق العاصمة وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا وهو ما أدى بحكومة إلى تمديد عمليات التصويت بساعة واحدة في 45 ولاية من بين 48 وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات لتمكين أكبر عدد من الناخبين من التصويت وقال وزير الداخلية نوردين بدوي أن نسبة المشاركة بلغت 33% بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية و34% بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية وذلك بعد 9 ساعات منذ انطلاق التصويت وبلغ عدد مرشحين الانتخابات البلدية نحو 165 ألف شخص يتوزعون على 10 ألاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية أزيد من 16 ألف شخص توزعوا على 600 قائمة بحسب الأرقام الرسمية وستسفر نتائج الانتخابات عن اختيار 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا من بين 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين قال أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي إن المجلس بصدد اعتماد برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي خلال الفترة القادمة مؤكدا أن أساس العوائق التي تعانيها البلاد الأسعار غير الحقيقية لبعض الخدمات التي تسببت في الكثير من التشوهات الاقتصادية وأكد على ضرورة معالجة مسألة تدهور قيمة الدنار الليبي أمام العمولات الأجنبية وتحقيق سعر صرف عادل للدنار الليبي واتخاذ إجراءات عملية وحلول عجلة لخفض المعروض النقضي في السوق المحلي وكبح التضخم وإلى بلورة وتطبيق إجراءات عملية لتوفير السيولة النقضية في المصارف المحلية وأشار إلى ضرورة استكمال السياسات الاقتصادية واعتمادها بين كل القطاعات وتضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعمل المشترك لضمان اعتماد البرنامج والالتزام بتنفيذه وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لكافة الوزارات والمؤسسات للقيام بدورها المنوط بها لتمفيذ بنود البرنامج المذكور وضرورة توفل الآلية التي تضمن متابعة تمفيذ البرنامج والتقييم الدوري للنتائج العمل فيه وجاءت تصريحات معيتيق في حلقة نقاشية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا شارك فيها وزير التخطيط الطاهر الجهيمي ووزراء المالية أسامة حمد والتعليم عثمان عبد الجليل وعدد من أعضاء مجلس النواب والدولة بالإضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي ورجال الأعمال من جانبه أوضح وزير التخطيط طاهر الجهيمي خلال الحلقة أن التركيز على التنمية يأتي بالمقام الأول أن ليبيا في هذه المرحلة تمر بأزمة مرت بها الكثير من الدول ويجب الاستفادة من تجاربها في تجاوز هذه الأزمات وأضاف جهيمي أن نحو 85% من الخدمات مرتبطة بالخارج من خلال النقض الأجنبي الذي يعد النفط مصدره الأساس والذي تعرض لهزات عديدة وأثر سلبا على الخدمات والأسعار مما يحتم على الدولة الليبيا أن تتخذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأجمة وتجاوزها في أسرع وقت ممكن تعيش مئة وثمانية وثلاثون عائلة فلسطينية في بلدة كفر عقب الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة حالة خوف وترقب نتيجة تهديد بلدية الاحتلال بهدم البنايات التي تحتضنها وقال رئيس لجنة أهالي القدس في الأحياء الشمالية مونير صغير إن بلدية الاحتلال تسعى لطرد 138 عائلة فلسطينية وإن السكان يعيشون حالة من الذعر لأنهم قد يفقدون مساكنهم في أي وقت واعتبر صغير أن القرار سياسي ويسعى لتضييق على السكان وإلى ترحيلهم وناشد رئيس لجنة الأهالي الجهات القانونية والمؤسسات الدولية من أجل التدخل لوقف ما وصفها بمجزرة قد ترتكب بحق السكان في أي وقت وكانت العوائل الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري قد تقدمت بالتماس للمحكمة الصهيونية المركزية ضد عملية الهدم مطلع سبتمبر الماضي بعيد تسلمها أوامر من بلدية القدس بإخلاء المنازل إلا أن المحكمة رفضت الالتماس نهاية الشهر الماضي وفيما بادرت بعض العوائل المهددة بالتهجير إلى إخلاء شقاقها خشة هدم البنايات بما تحتويه من أثاف أصرت عوائل أخرى على البقاء والنضال لذني البلدية عن قرارها ويرفض أيمن راميا وعائلته مغادرة منزله من الذي اشتروه قبل 14 شهرها بعدما جمعوا ذمنه على مدى 18 سنة وتساءل راميا في تصريح نقله عنه مراسل وكالة الأناظو القائلة أين يمكن أن نذهب؟ هذه بيوتنا ومن حقنا البقاء بها إن أرادوا هدمها فليهدموها على رؤوسنا وتابع هجرون من داخل مدينة القدس بفعل الضرائب والمساكن باهظة الثمن ويسكن في حي كفر عقب 64 ألف فلسطيني يحملون هوية مدينة القدس وكانت السلطات الصهيونية قد كثفت خلال العام الماضيين من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بالتزاون مع إقرار مشاريع استطانية واسعة وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير إن السلطات الصهيونية هدمت 190 منزلا في القدس الشرقية خلال العام 2016 ما أدى إلى تهجير 254 فلسطينيا ومنذ بداية العام الجاري تم هدم 119 منزلا في القدس الشرقية وهو ما أدى إلى تهجير 211 فلسطينيا القوات المسلحة الموريتانية تخلد ذكرى السابعة والخمسين لتأسيسها على بعض ثلاثة أيام من حلول ذكرى الاستقلال وزير المالية السابق في زينبابوية يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد بعد يوم واحد على تولي إميرسون السلطة أدوات في نواكشو تبحث موضوع لضافة المرتقبة من التعليم العالي الخاص من أجل خدمة التنمية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا